دعونا ناخذ اتصال معنا على الهاتف الأساس صالح أبو نخاع المشرف العام على المنتخب السعودي الأولمبي مساك الله بالخير أخي صالح أهلا مساك الله ورحاياك الله ورحب فيك وضيوبك الكرام والمساعدين الكرام الله يحييك صالح نحن قدام مرحلة مهمة اليوم الشارع الرياضي السعودي يعني يكيد أنه يطالب تحقيق نتائج إيجابية بعد العثرات والإخفاقات الماضية على جميع المستويات بالنسبة لمنتخبات السعودية اليوم طمننا يعني عن منتخبنا وجاهزية للدخول في المعترك الاسيوي اسمحني بس أعرج على كلمة كم فيه خطاقات المنتخبات بالعكس الموسم هذا المنتخبات السعودية كلها نحققها نتائج إيجابية الجميع تأهلنا نهايات آسيا وهذا لأول مرة بشكل مسبوك جميع منتخبات المملكة ايه بس أخوي صالح ما عليش عشان بس أوضح النقطة هذه حنا مو طموحنا نحن نتأهل احنا طلعنا كاس العالم أربع مرات يعني احنا إذا ما نطلع كاس عالم ونشارك ونقدم مستويات ونوصل لليوم لمراحل متقدمة ولا ما هو طموح نوصل لنهايات كاس آسيا أنا واصلها من عشرين سنة لا أنا أسمعني لغار ذلك أنا أتكلم لك عن مجمل منتخبات قلل للطموح اللي نتكلم عنها غير نحنا نقول اخطاقات هذه أنك توصل لنهايات آسيا ما معناه أنه اخطاق أو نجاح هذا يدل على أن فيه عمل وجالس العمل هذا إن شاء الله أنه يتوج إن شاء الله بنتائج إيجابية في نهايات آسيا بالنسبة للأتكلم لك عن المنتخب الليومبي المنتخب الليومبي محقق نتائج منذ إشرافنا عليه وهو محقق نتائج بطولة كاس الخليج رابع غرب آسيا ثالث التضام الإسلامي ساحنا لنهايات آسيا من مجموعتنا في إيران في قلب إيران في قرب الصحران أعتقدنا نتائج طيب فقدنا الاتصال مع الأستاذ صالح أبونخاء المشرف العام على المنتخب السعودي إلى ما نرجع إن شاء الله نتصل فيه خلينا نروح عبدالله فلاته صالح يعني فتح موضوع مهم في موضوع الإخفاقات يقول لك أنه إحنا منتخباتنا يعني ما تعتبر إخفاقات الماضية ولا عثرات باعتبار أنه إحنا نوصل للتصفيات الآسيوية أو للنهائيات اليوم طموحنا وصلنا للنهائيات يعني نعتبر إنجاز بالتأكيد ما هو إنجاز يمكن هو الصراحة خان التعبير يفترض أنه لما يقول أنه نحن بالنافس لما نكون في المنصات لما نكون أول وثاني وثالث نقول دي كالساعة أنه في عمل جيد حتى أنا استقفتني كلمة يعني الصراحة لمست فيها ذاتية حقيقة أتمنى لهو يوضحها يقول منذ إشرافا على المنتخب يعني هذه لا إخفاقات وإخفاقات حقيقية إن لم تكن هذه الإخفاقات فكيف تكون الإخفاقات الكرة السعودية منذ سنوات وعلى كافة الفئات وهي بعيدة عن الإنجازات يقول إنك تتأهل شيء طبيعي إنك تتأهل بكل مقاومات الكرة السعودية بكل إمكانياتها بكل مميزاتها بكل الإرث التاريخي الكبير التأهل يعتبر إنك بتعمل لا ما يعتبر إنك بتعمل بتعمل لما توصل للمنصات لما تكون مشرط لك الساعة تكون الأول كل مرة لا في تنافس تكون الثاني تكون الثالث أقول لا إنت بتعمل هنا ممكن عدم توفيق في النهائيات أو حاجة أخرى لكن إنت بتخرج من أدوار التمهيدية هذا مستوى من المنتخب الأولمبي فقط حتى المنتخب الأولى للدرجة وما هو مسؤولية المنتخبات الأخرى لكن هو حتى كلامه يقول منذ أشرفنا على المنتخب ونحن وإلى آخر لا منذ أشرفنا المنتخب ما زلنا ننتظر منك عمل بإنتاج المعيار هو الإنتاج وليس مجرد العمل والحاصل اللي أنت بتتكلم عنه الآن نحن نحتاج إنتاج الكرة السعودية بلغت القمة ولن نرضى بغير القمة وإن لما تكلم بمنطقك تكون تقول إن وصلنا النهائيات وبلغنا المنصات لكن ما توفقنا هذه الساعة نقول أوكي العمل جيد ما هو إخفاق لكن الواقع الحالي هو إخفاق بكل ما تعنيه الكلمة طيح صالح بن خاع معنا المشرف العام على المنتخب السعودي الأولمبي معاي على الهاتف تفضل يا أبو طيح كمل أنت الموضوع اللي تتكلم فيه بالنسبة لجاهزية منتخبنا للدخول في مباراة تايلاند وأيضا في التصفيات الاسيوية والله شوف الاستعدادات ما كانت بالشكل اللي نحن نتأمله بكل عمانة لكن في الفترة اللي احنا اشتغلنا فيها خلال العشرة لإيام الماضية أعطفنا انطباع جميل وجيد بكل عمانة نظر ما يمتلكه الجهاز الفني واللاعبين والإداري من روح والسابة بكل أمانة وروح جماعية وألفة وحرص كبير على أنه نحن نكون إن شاء الله مع بداية انطلاقة البطول نكون في كامل جاهزيتنا إن شاء الله فهذه موشيرات تعطينا انطباع جيد تعطينا تبعث في روحنا للتفاؤل والأمل نحن نكون إن شاء الله في مستوى الحدث فهيح المنتخبات تقريبا كلها مستعدة للبطولة هذه من شهر تقريبا عملت معسكرات عملت مباريات وتجارب قوية نحن يمكن بسبب عدم توقف الدوري وارتباط الألعبين بأنديتهم أصبح الفترة في الاستعداد قصيرة لكن زي ما قلت لك نحن قادرين نتجاوزها إن شاء الله بالعمل الإيجابي والإيجابي يصير في المعسكر واستعداد قبل البطولة إن شاء الله بحول الله نحن نتجاوز هذه المعظلة إن شاء الله طيب سيد صالح أنت يعني ما تحس أننا في كل بطولة ندخلها يعني قدامنا تكون ظروف استعدادنا مجيد في السنوات الأخيرة صحيح صحيح أنا معك في هذا التوجه لكن أنت خليني أكون معك أكثر أكثر فدق يعني خليني أكون أكثر وضوح أكثر شفافية نحن مشكلتنا للأسف بكل أمانة أنه الضغط الجماهيري والإعلامي بكل أمانة تسبب مشكلة حتى في مسيري الكرة السعودية أصبح تأجيل مباريات للدوري أصبحت معظلة ومشكلة كبيرة يعاني منها الأخوان حتى في لجنة المسافقات والأخوان الأعضاء في الاتحاد يعني بكل أمانة أصبح الهم أغلب الجماهير والإعلام الأندية وما الأندية وما الأندية آخر ما يفكرون فيها فيه أنه الاستعداد المنتخب لأي بطولة ومع أي خفاق للمنتخب لا ينظروا على طول بكل سلسفة بكل أمانة الأمور لا بد يكون فيها توازن لا بد يكون فيها نظرة عقلية حتى في الإعلام المفروض أن الإعلام الآن خليني أضرب لك مثل الإعلام الآن توه يلتفت لأن فيه مشاركة بطولة الأمبية وأنا واثق لو كان فيه مشاركة للدوري شغال والدوري جالسي منافساته شغالة ما كان رأينا من الإعلام بكل أمانة يعني ما احترامي للبعض وليس يعني ما أعمم أنا للكل ولكن للبعض ما راح نجد هذا الاهتمام أو التغطية للبطولة نعم نحن بس عشان في نقطة التوضيح بس نحن بالنسبة لنا في قناة الإخبارية بثينا تقارير عبر المواجيز والنشرات موجودين عبر برنامج المنتصف من خلال الأرقام التي تخص المنتخب الأولوبي السعودي وتواصلنا مع أيضا يعني كثير من الشخصيات التي تشتغل أو تعمل في المنظومة القروية في الاتحاد السعودي وأنا أقدر الشيء هذا وأنا بكل أمانة أنا لما أعمم الموضوع نعم 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 في توضيح أنا لما أعمم على الجميع وأنتم من القنوات التي نعتز ونفتخر فيها ونعرف أنكم متابعين في كل فترة وفترة نجد من تقاريركم ما يغطي وهذا مو فضل يعني هذا واجبنا إحنا كمنبر إعلامي سعودي أنه ندعم المنتخب السعودي في هذه المرحلة المهمة أنا أستاذ أنك أستاذ صالح يعني الأستاذ عبدالله فلاتة عنده تساؤل سيطرحه عليك تفضل بوحمد أنا التساؤل اللي كنت أتكلم فيه النقطة اللي قال الأستاذ صالح نحن منذ إشرافا عن المنتخب وهو يعني صحيح أنت مسؤول ممكن عن الماضي لكن نحن نبحث عن عمل مؤسساتي بأنك تبدأ من حيث أنتهى الآخرون يعني مون إحنا بدأنا معاك من مرحلة الصفر ودي لو أكون فيه توضيح منك في الجانب هذا بشكل يعني نتفهم الموضوع سعر صالح سمعت السؤال طيح انقطع الاتصال راجعوا شاب الاتصال لأنه فيه موضوع مهم جدا رح نتكلم فيه مع صالح بنخاع خصي قامة المنتخب السعودي في الدوحة خليني أروح لك حمد دبيخي كابتن أنت كيف شايف اليوم استعداد المنتخب السعودي في هالمرحلة الصعبة جدا واللي فيها مطالبات جماهيرية من الشارع الرياضي السعودي على منتخبنا الأولمبي لتحقيق نتائج إيجابية نظير يعني اتعادنا سنوات طويلة عن البطولات الكبرى شو بالنسبة للمنتخب الأولمبي أمانة كان يعني مع الاتحاد السعودي لانتخب كان ضحية لأمرين في البداية يوم كان مشرف يوسف عنبر مدرب المنتخب كان ضحية لاختيارات ريكارد وكان كل الضغوط كانت على المنتخب الأول وكان مشاركة إنذاك للمنتخب الأولمبي وريكارد كان يأخذ بعض الأسماء اللي المفروض تلعب مع المنتخب الأولمبي في مباراة مهمة ويمنعها من أنها تروح للمنتخب الأولمبي وبالتالي هذه الضحية الأولى طبعا وحنا ربما نتذكرها قبل سنتين طيب كابتن صار فيها لقط كثير علي يوسف حمبر كابتن ما عليش راح أستاذ أن يكلي أنه معاي الاتصال صالح بنخاع تفضل نعم صالح ما عليش أستاذ عبد الله كان فيه تساؤل فيه موضوع معين نعم أنا ما سمعت أبو أحمد تفضل أنا كنت أتكلم على عبارة أنه نحن منذ إشرافنا وأنه العمل مفترض أنه يكون مؤسساتي يعني أنت ما بدأت من الصفر تبدأ من حيث أنت لآخرون يعني هذه نقطة يعني أنا كنت أتمنى منك إضاح في هذا الجانب ألو أيوة سيد صالح هو يتكلم يقول أنت لما قلت إشرافنا على المنتخب السعودي وكأن هذه مرحلة مختلفة عن المرحلة السابقة يقول العمل المؤسساتي المفروض أنتم تكملون العمل كان اللي قبلكم يقول يليتك توضحنا هالنقطة لا لا بالعكس إحنا أول شي بكل أمانة نشكر كل القائمين اللي عملوا قبلنا في المنتخبات وإحنا نكمل عملهم طيب بعد نقطع الخط يا شباب طيب يمكن فيه الاتصال من الدوحة في مشاكل لكن خليني معاك كابتن حمد تفضل كمل بالنسبة لحديثك عن المنتخب السعودي واستعداده للبطولة الاسيوية نعم النقطة الأولى قلت لك طبعا كان اختلاف الفترة الأولى اللي استلم في الاتحاد أن المنتخب الأولمبي كان ضحية ليريكارد ويمنعهم أن نضم بعض اللاعبين اللاعبون كانوا في ذلك الفترة طبعا من ضم اللاعبين منتخب الأولمبي وحصلت نتائج سيئة طبعا في ذلك الوقت للمنتخب الأولمبي الجهة الثانية طبعا اللي كان في ضحيتها للمنتخب الأولمبي هي الأندية الأندية ما كانت تسمح في الفترة اللاحقة طبعا بعد ريكارد بضم لاعبينها للمنتخب وشوفنا مشاركات كثيرة كان المنتخب يروح دون اللاعبين اللي هم أصلا يتمنى يتحصل عليهم أو كأساسيين إلا في الفترة هذه وبالتالي نتلاحظ أن الآن كل المسؤولين في الاتحاد في المنتخب يتكلمون عن فترة تسعة أيام استعداد لتصفيات ريديو جانيرو وهذه فترة غير كافية من وجهة نظري طبعا لأن المنتخب المدرب بيكون مشكلة عليه كيف ينفذ أسلوبه إذا كان يبغى ليكتشف إمكانيات اللاعبين ويبغى لي يمثل نهج دفاعي في المقام الأول ومن كيف يضع التوليف لأنه صحيح مدرب هولندي مو مسؤول أنه يلعبهم بالأسلوب اللي هو يبغاه لازم يلعبهم بالأسلوب اللي يناسبهم وعشان يعرف الأسلوب اللي يناسبهم لازم يعرف إمكانياتهم في المعسكر معسكر كان ضيق جدا فبالتالي عمل مباريتين أكيد المباريتين بيخسرهم المنتخب لأن أصلا هو كان يبحث عن توليفه من خلال الأسماء اللي يضمها أنا أعتقد يعني حتى التسعيام تعتبر ظالمة على منتخب لم يتجمع من قبل بهذا العدد من اللاعبين الأساسيين وبالتالي أعيد وأكرر أن الإعلام ليس مشكلة المنتخب لهم زي ما تفضل أستاذ صالح إنما الاتحاد نفسه والأندية هم المسؤولين حنا والله مش في يدنا شيء حنا نشوف الظاهر ونتكلم فيه إذا نجح المنتخب رح يكون النجاح مسعد بالنسبة لنا والفشل بيكون ضايقنا وبالتالي حنا بالعكس الآن نتكلم وننصفهم نقول أن الامتخب الأولمبي كان ضحية للاتحاد السعودي نفسه في الفترة الأولى والثانية صحيح طيب أبو أحمد يعني كلام اللي قاله صالح أبو نخاء المشرف العام على المنتخب السعودي أنا أعتبره يعني مصيبة وكارثة أنه الأندية جالسة تضغط على المنتخبات السعودية علشان مصالحها وفي النهاية احنا نظهر بصورة سلبية بصورة غير جيدة في محافل يعني كبيرة مثل الأولمبيات مثل تصفيات آسيوية مثل المشاركات اللي على المستوى يعني الآسيوي اليوم وين المشكلة عندنا اتحادنا ضعيف لهذه الدرجة ما هو قادر يفرض رايه على الأندية وقادر يعطي المصلحة الأولى للمنتخب السعودي وبعدين نشوف وضع للأندية ولا وشو السالفة في هالموضوع موضوع اتحادنا ضعيف هذا موضوع متفق عليه اعتقد من كافة الشرائح الرياضية صحيح لكن الكارثة الكارثة المنتخبات اليوم جاهزة تتضرر بشكل مباشر واضح انها بتتضرر حتى يعني يتغير الحال بالنسبة لاتحاد الكرة أو بلا صاح يتغير اتحاد الكرة احنا مننتظر التغيير حقيقة النقطة اللي بدي اشير لها يمكن انت تكلمت في نقطة انه ناقشنا الموضوع ده في الاخباري انا والكابتن حمد بالتحديد قبل اسبوعين وقلنا يفترض انه المنتخب الأولومبي يلعب والأندية تلعب في نفس الوقت وهذه مصلحة وطن ولا فيها يعني وجه مقارنة بالنسبة مقارنة مع الأندية حتى يعني اني بننصف يعني برضو المنتخب الأولومبي نقول الآن احنا نواجه منتخب اليابان منتخب اليابان عنده ثلاثة محترفين في الدور الأوروبي واحد في دورتوموندا الألماني ما سمحه ولو ايجي وفيه اخر في سالس بورغ في سالس بورغ النمساوي اللي هو تياقو مابينو وفيه لاعب برضو يلعب في الدور السويسري تصور لاعبين اثنين محترفين في قطر فيه ستة لاعبين يلعبوا في فريق بلجيكي واحد قمة التجانس حيكون بينهم استراليا تسعة لاعبين محترفين في أوروبا لكن تعال شو منتخبنا الأولمبي مافي للأسف احنا فرحانين ضم مصطفى بصاص من الفريق الأول ضم فاد المولد من الفريق الأول ابدا الفتاح عسيري مصابر السماء الرجع لا يجيبوا للمنتخب يعني ايش اشعر انا اشعر بالعشوائية في الكرة السعودية هذه هي الحلقة المفرقة اللي قاعدين ندور فيها كم سنة احنا نتكلم لازم يكون عندنا محترفين انا اتكلم عنه منتخب الأولمبي بكل اسف وبكل اسف وبكل حزن غير موجودين في المنتخب الأول في المنتخب الأول ما في لاعب واحد محترف يعني احنا عندنا معاناة ولا نلقى لحل يعني هل اللاعبين القطريين الستة اللي لعبوا في فريق واحد بلجيكي هل فريق البلجيكي اختارهم ولا هو فعلا نتيجة عمل اتحاد منظم الاتحاد لانه قطر بتستعد لـ 2022 في تخطيط يعني هذه الدولة الخليجية اشقاءنا في عمل واضح في عمل ممنهج لكن بكل اسف وبكل حزن وبكل اسف اقولها بمرارة احنا في حلقة في عشوائية سواء الاتحاد اللي سبق او الاتحاد الحالي واذا حيجينا اتحاد بنفس المنهجية للاتحادات السابقة والحالي فنحنا حنستمر على نفس الوضع واماني وكل اماني جوفاء هذه هي حقيقتنا احنا نبحث عن لاعبين يعملوا اضافة فنية طريقة جيب اللاعب من نادي يالله ودخله هذا اللاعب فريق اول جيبه لا والنادي رفض يعني شوف كيف العملية يعني عشوائية تماما ولا قادرين نتخلص بيها وقاعدين في حلقة مفرقة وانا كلامي الاحين سار كنه بكر يرسل رهات قلت بحلقة السابقة نعم هذه المشكلة كابتن حمد كمارس ميدانية كنجم كروي سابق اتكلم عدة نقاط مهمة عدة نقاط ايجابية لكن انا اسأله عمره لمسك كابتن حمد وانت لك خبرتك الميدانية انه الكلام بيأخذ محمل الجد من اتحاد الكرة بكل اسف كل كلامنا هباء منثورة سواء من لاعب سواء من من اعلامي سواء من قيادي سابق له تجربة برضو الكلام هباء منثورة هذه الحقيقة لنجب أن نقعد على طاولة حوار ونضع خطوط عملية بذل من الكلام اللي ما بيحقق ايجابياته ودار اتحاد الكرة اذ انطينا واذ انعجينا يدو بحل مشاكله في لجنة الانطباط لجنة المسابقات وامور تركنا تركنا الاساسيات وتفرغنا للجزئيات ترجمة نانسي قنقر